انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل السلام العالمي بحضور قداسة البابا توضر الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المنخسية ينظم المؤتمر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وبالاشتراك مع تحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية وجامعة أوتونوما ببرشلونة ويجمع المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام خبراء دوليين وممثلين عن المنظمات الإعلامية والثقافية لمناقشة كيفية استخدام الإعلام والمعلومات كأدوات للتقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار والتفاهم الثقافي ننا نجتمع اليوم للتأكيد على أهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية كأساس للتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب لقد سهل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وصول الأخبار والأفكار سواء كانت معتدلة أو متطرفة إلى الجميع التعليم هو أحد ركائز الحياة الأساسية والتعليم الجامعي ليس مجرد التعرف على ما توصلت إليه العلوم والمعرفة واستعاب التقنيات اللازمة لجعل هذه العلوم والمعارف في خدمة المجتمع وحسب وإنما هو صياغة جديدة للعقل العلمي والمعرفي في مجتمعاتنا على أساس المنهجية العلمية لإيجاد الحلول الملائمة لمختلف القضايا التي تعترضنا قد ورثت الضيار المصرية إلى يومنا هذا السلم والسلام والأمن والأمان والتسامح والتعايش وقد دامت أنموذجاً يحتزى في التعايش السلمي بين أبناء الوطن في ظل مواطنة حقيقية راقية تضمن للجميع حياة مستقرة وإن ثقافة السلام والتسامح التي تحيا بها بلادنا فضيلة إسلامية إنسانية بامتياز حث عليها وحي السماء وغرسها في نفوس البشر وضمائرهم